ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى ايه يا سيزا؟ فين بنتك؟ فين؟ عايز ايه من بنتينا التحلي عايز بنتيكم فين؟ ماليش فيكم عايز بنتيها ايه؟ فين هي؟ ايه؟ هي حصلت تتحجم علينات شبيوتها وانا لسه عملت حاجة تسبوري حليها قصما بالله العلي العظيم لو مرجعت عن الفتنان ده لمسك دماغك تحت لك يا فرمة سمع على لك عيب الكلام اللي انت بدله ده يا سيب مش عايزك هو بالعافية ايوة بالعافية بالعافية يا بيت انا لزة سفل حديدي ولا نسيتي ده انا عليك بتنسي او بقيت غبية لا كنت غبية لما استحملتك سنين اللي فاتت دي كلها واستحملت عالتك المريضة وزبرت عليك واحد زبري لعمر كله غصبنا انا عليك كده يا سيب انت كده تجاوزت كل الحدود ايه يا اخي مش عايزك انت ما كتفهمش بقولك يا بيت انا ممكن اقتلك وهتحرم منك مع اني بحبك ولا ان الناس تولي علي مخلوح حاولي تفهمي اللي بقول كويس بدل ما حصرك على اهلك الطيبين دول وانت اوله ايه تهديد؟ ايوة تهديد لو مرجعتيش عن اللي في دماغك ده هو ده اللي حيحصل انا سيف الحديدي للمرة التانية خافي على اهلك وخافي على نفسك اظن كده انا عملت معك واخر واكب وخلصت دميري كده اروح بيتي بقى وانا مرتاح سمعلكم دمير دمير ايه هو ده عنده دمير هو ده من ايه يا دم اصلا هو عنده كلامة اسمه شوق غريبة بولليل وصاحبه عاطف عبد الحميد السكري انت عارفة لو كلامك ده مش مظبوط يا حنان انا هعلقك بص يا باشا انتو لو عملتوا كابس عليهم دلوقتي هتلاقى كل المسروقات اللي تثبت كلامي اديني عنوان عبدو مع مسيد الدلالة دي مرضى على الحتة كلها وطوله عمرها مع عمصة ما هو ده اللي مجننني يا بطة فيها ايه مسيدة حسن مني صراحة جوزك ده نفسه حلوة اوي تاتو القرف مش طيقه ولا طيقه ريحته صراحة هو مؤرف اوي لازم اتطلع من عبدو اهلا اهلا بابو ريحة الله يراحك يا اختي ريحتين ان شاء الله هبطة ريح دك اللي فاحت قوي عبدو مالت الحتة كلها الله 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 انتي برضو صدقتيها يا حماتي ده كلام دي بيت هيق لها مت هيقلي مت هيقلي يا ضلالي ده انا شايفاك بعنايا دول يا غشاش يا واطي صراحة بقى كده كانت ساعة شطان وراحت لحالها خلاص بقى حاك علي سامحين يا سامي يا امراضي يا ام ابني اخسى عليك رجل واطب صحيح ساعة شطان مع ام وسيدي يا رجل حرام عليك ديت توي بالشطان الله وانا برضو معذور يا جماعة ما نقعد لوحدة طول النهار ومش لقى حاجة عاملها وانتي برضو يا سامي يا سايباني كده ومش سألة فيها الله انا برضو مهما كان بشر وضعيف وانا وابنك مش محتاجين واحد ضعيف زيك هيا كلمة واحدة ورقتي توصل لحد عندي فاهم ولا لا كده برضو يا سامي انت اللي ابتدت بالغلط يا عبدو وخلاص جاي يقول حقوقك علي وصلح غلطتي يبقى أنا غلطان في غلط ماينفعش يتصلح وهيا كلمة واحدة هتطلقني بالزوة اللي افضحك انا ما يتلويش درقة يا سامي بس ممكن تتكسر رقابتك يا عبدو وصلنا المعلومات مهمة جدا في قضية ادم ساعدتك وصلت لي يا عبقار يقول لي اللي سرق الهارد واحد اسمه سامير مصالح ومختفي بقاله فترة الهارد فين الهارد معاه بس ما تلاقش ساعدتك لاننا قبضنا على شريك وسايد جيجا هتعود تقول لي بقى مصالح وجيجا مين جيجا ده كمان جيجا ده ساعدتك كان صاحب مصالح وكان واخد نسخة من الفيديوهات على الهارد تاني بس لما حاس بخطر مسح الهارد وخبير الكمبيوتر اكد لي ان احنا ممكن نرجع كل الديتا اللي كانت موجودة على الهارد لو عملنا ريكوفر للهارد وبكده يا فندم هنلاقي فيديو جديمة القتل اللي هيكشف لنا الحقيقة كلها وبكده يا فندم مش هلوصل لأي حاجة لاني مفيش دليل لازم تحط ايدك على دليل عشان نعرف نقفل القضية مهمتنا دلوقت ان احنا نوصل لأدم ونقبض عليه وبعدين نسلموا كده بقى احنا خلصنا شغلنا هم بقى يدينو يبرقو ماذا اشتغل فيه؟ مفهم؟ مش ده كلامك ولا ايه؟ لا يا نادر بتقول ايه؟ ادم في الوصر؟ انت متأكد؟ طبعا في اليف ايف؟ يا يا قبي اديني الوصر بسرعة قلبي وجعني عليك قوي وصعبا على يخصم نتالي ده احنا ملناش غير بعض يا بابا معقولي درت على بعضي انت انا منتك الوحيدة انا انا مش سعلانة منك وكل املي متسعلش انت كمان مني يا بابا يا بابا انا عملت الصحة خلطتش يا رب احنا القلب وادي علي يا رب لو كان قدرنا الشيطان يدخل بنا ويفرقنا ويوجع فينا بشكل ده زيحوا عننا يا رب تحنا خلايا ومناش غيرك يمكن اكون اتسرعت لما رحت واتجوزت ايادا بالشكل ده بس ده لما اقدر وده النصيد واجد اجد يا رب ليك حكمة في كل ده يا رب طب قليل انت مبسوطة في شغلانة جديدة دي انا وحتى لو مش مبسوطة انا ما صدقت لقي شغلانة اصرف بيها على نفسي بدل الحجل اي حد هو انت لسه متخنق مع باباكي لسه مقطعني ورغم ان المحل بتاعه جنب البيت وبعدي عليه في الرايحة والجاي بسه ما بيكلفش خطره ولا يبصلي ولا يسأل علي حد ايوا بس ده باباكي يعني ازاي هاين علي معذور انا اللي عملته فيه مش شوية بص يا نانسي انا اتجوزت في الحلال اه بس من وراها برضو وبابا طول عمره مش عاجبه ادم ومش مالي عينه معرفش ليه ادم؟ طب انا لازم عمشي انا اتأخرت لا سويني خدي دول يانا ايه دول ايه دول؟ ايه دول شي اقدر عملهولو ان انا اقف جنبك لغاية ما هو يا ست يبقى موجود وعدين يبقى اعملي اللي انت عايزاه معلش انا اسفة برضو مش حقدر اخد منك حاجة انا دلوقتي باشتغل ومكفية نفسي ارجوك لو بتحبيني اوعي تعملي كده تاني بحبك؟ يا بنتي انا نفسي تعتبريني زي اختك عارفة يا نانسي انا الاول كنت كرهاجة جدا ومش طيقاكي اكملني كنتي السبب في ضياع ادم مني بس لما عرفتك حبيتك اوي وانا سدقيني انا بحبك اوي بحس ان انتو شبهين كنت فكرة ان خلاص الناس اللي كده مبقتش موجودة لكن انتو اثبتول ان لسه في ناس جدعة وكويسة نفسياتها طيبة بس انا اللي مكنتش عارفة ولا حسة احنا ناس غلابة وعلى قد حالنا لا يا هانا كلنا غلابة بس حالنا هو المفروض يتعدل ويبقى على قدنا احنا ناسكو يا زيناوي ناس كبار كبار بأخلاقها ومشعيرها وحبها للناس بس المفروض نزيد المفروض نزيد ونكتر عشان الدنيا دي تتغير للأحسن هزاي بس وحنا في سنة لازم نغير فيه جلدنا عشان نعرف نعيش مهاجحة انتي هارفة يا انا انا ساعات بحس ان معرفتي بيكو جاءت رحمل لي انتي مش هارفة انا كنت فيه انا كنت خلاص شايفة الدنيا سودة حسنة اني وقعت ومش اعرف اقفع الرجليتين لكن من سهل ما عرفتوكو حسنت اني لسه فيه امل رغم كل المصايب اللي احنا فيها لما بشوفكو بحس بدافة يا هارفة كلامك هلو قوي صدقيني يا انا ده مش كلام ده بقدر اللي انا حسى بي ناحيتكو ربنا يا ديم المعروف بيننا يا نانسي مسهل خير اهلا وسهلا اي خدمة؟ حضرتك عم عبيد والد هنا انا حضرتك تعرفي امنين الناس مين نانسي حضرتك متعرفنيش بس انا عرف ادم وهنا كويس وكنت جاي اتكلم معك بخصوص الموضوع ده حضرتك تعرفيني وتعرفي هنا وادم انا بقى عادة من مواغزة ما عرفش حضرتك يبقى ايه الامارة ان انا اتكلم معاك في موضوع يخصني ويخص اهل بيدي بقى مرت حاجتين اول حاجة اللي عرفه يعني ان ولاد البلد الجدعان اللي على حق لما يجي لهم ضيف لا يمكن ما يكرموهش ولا يسمعو له اه ماشي اتفضلي يا حضرتك احنا برضو بنفهم في الوصول شوية اتفضلي تاني امورة بقى ان عشان انا فعلا مش من اهل بيتك زي ما انت بتقول ده اللي اكدلي ان انا الوحيدة اللي ممكن اتكلم معاك في الموضوع ده مش غريبة شوية ان الغريب هو اللي ممكن حد يسمعه في موضوعه يخص اهل بيته شوفي يا عم يا بيت انا بشوف ان الانسان اللي عنده مشكلة مع اهل بيته ما بيرضاش يتكلم معهم هم بالذات في الوقت ده لان اي حد فيهم بيجي يتكلم معاه بيبقى حاسس انه اكيد يا بيتكلم عشان مصلحته او عشان موضوعه يخصهم لكن انا الوحيدة اللي لو اتكلمت معاك ومشيت بعدا ما مش لو قعدت فكرت فيها حتتأكد انه اكيد مش عشان مصلحتي لان انا مليش اي مصلحة في كل ده يبقى اكيد دي واحدة كانت جاية تشهد شهادة حق بس شهادة حق في موضوع كله غلط في غلط طب ده حتى يبعي في حقك انا ما عملتش حاجة غلط يا عم يا بيت انا اتجوزت اتجوزت الانسان اللي بتحبه مش احسن ما كانت تروح تتجوز جوازة مصلحة ولا فلوس وساعتها كانت كل الناس هتقول على اهلها انهم بعوها وده كان هيبقى عيفة حقك انت بقى يا عم يا بيت يا عم يا بيت دي بنتك بنتي؟ لا يا نسا انا مش بنتي لا لا خلفتها انا ولا ربي طالب انا دي بيت فجرة اعرفها دي لو بنتي لو بنتي صحيح مكنتش حطت رأسي في التراب لو بنتي صحيح مكنتش كسرتني فستها لحد لو بنتي صحيح مكنتش راح تتجوزت من وراي جوزت ايه جوزت ايه اعرفها انا دي لو فكرت شوية صغرين كانت عرفت ان انا قلب على مسلحة لو فكرت شوية صغرين كانت عرفت ان انا هادم بصروف ومشاكله مش هو الرقلة تتجوزوا ولا هو الرجل اللي تقرأ في وصله باسبي الله ونعمل وكلا فيك انا باسبي الله ونعمل وكلا فيك انا باسبي الله ونعمل وكلا ودي بقى شهدة الحق اللي انا جاية شهدها يا عمابيت بص يا عمابيت انا هسألك كم سؤال وهسيبك لضميرك وامشي لو شفت راجل وانت راجل عندك بنت وستات في بيتك راجل غريب بيحاول يتهجم عليها ودخل دفع عنها وعن شرفها وهو ما يعرفهاش ولا ليها بأي سلو تقول علي ايه؟ هقول علي راجل شه وابن أصول تماما طب لو شفت راجل في يوم الايام دفع عن واحدة عشان ينقذها من الموت وعرض نفسه للموت مع انه كان ممكن يجري ويسابها وهي لا تخصه ولا حتى من دينه بتقول علي ايه؟ هقول علي راجل ابن راجل وجدع وشاف انا بقى كل ده قدم عمله عشان يا عمابي وانا لا عرفه ولا من اهله ولا مراته ولا ايه حاجة من بقى الراجل اللي ما يتمناش انسان زي ده البنده فكر يا عمابيت في يوم الايام هتتأكد ان كلامي صح هتتأكد ان قدم ده الراجل الوحيد اللي ممكن يسوم بيدك وان كان يعني على مشاكله فقدر ربك يحل هالي انا قلت اللي عندي عمابيت واسفى ان يدخلت سلامة موسيقى 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 ادم ادم اسحح اي ادم موسيقى اشانبي ودخلك الوحدي مرضي تشقلي حد من اللي بره يدخلو معين ما تفكرش ومتخلنيش أعمل حاجة عندما عليها اسمع قدم يا دي انت في أدلة كتير بتبرقك اسمع كلامي سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخرص من الورطة الهباب اللي انت فيها دي الظهر يا باشا انك ندمت انك سبتنا مش المرة اللي فاتت الظابط اللي جواك غلب انسانيتك بالعكس انت مش فاهم اي حاجة يا أدم ما تنشفش دماغك ما تبقاش عنيد امشي شوية مع الطيار يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت انما انا قلبي حي ولسه بيدق عارف عارف يا أدم وانا كمان قلبي حي ومايرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا أدم سخفية سخفية وزي ما قلتلك المرة اللي فاتت الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله هو اللي هتاخد بيه المحكمة سخفية يا أدم سخفية تحلف انت في بيت ربنا انت خفش والله العظيم ثلاثة والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله هو اللي المحكمة هتاخد بيه ومش هسيبك يا أدم وأوعدك مفيش حد هيلمسك وخد قسم عليها هاي يا أدم تقولت ايه وانا مصدقة كمش اعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحيل جاء ذلك بعدما وصلت معلمات من الجهات الأمنية المختصة بأن الإرهابي كان يختبئه بمدينة الأخسر أبضوا عليه أبضوا عليه هستر يا رب انا لازم اروح له في فرسي والوحده ما ينفعش تروحي له أساسا يا نانسي وهدي شوي منروحك هي حيفيد بايه ولا حاجة انا ممكن اروح له بنزاوية ان انا من جمعية حقوق الإنسان واخده محامي معايا عين العقل يا ابني عدم دلوقتي بيحتاج لللي يدافع عنه بشكل قانوني انا هروح انا هروح متخفيش يا حبيتي متخفيش دي طرف بسيط في القدق وبرأة مضمونة بإذن ربنا انا مش خايفة على نفسي انا خايفة عليه هو لقيت ظلم محسنة انا متكتفة الاحساس ده يجبني هذا وقد أفادت الجهات الأمنية بأنه قد بدأ التحقيق مع الإرهابي المدعو آدم أمين عبد الحي بالتعرف على باقي أفراد الخلية وينتظر ان يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن وسوف نوفيكم بالمزيد من المشتجدات يا لهوي يا لهوي يا لهوي أبضوا عليك يا درايا أبضوا عليك يا أخوة قلبي عندك يا صابرة يا أختي شفت اللي حصل يا خالوه شفت يا بطة الناس بره ما بتتكلمش ألف حكاية أدم عبد الحي الإرهابي اللي مسكوه ابني بريء ابني أمر ما كان إرهابي أبدا آدم مصلوم أنا متأكداً ومصلوم أنا حدور عليه لغاية ملاييه وأجيب له أكبر محمي في البلد بجد يا عامر طبعاً يا صابرة آدم دبني ربنا معك يا آدم هو قفلك ولاد الحلال يا رب يا رب آدم أمين عبد الحي طالب في السنة الرابعة بكلية الأداب قسم اجتماع جمعة القاهرة بتعمل قصائق ديليفوري لتوسيل الطلبات للمنازل السنة 28 سنة ومقيم في بولاء أبو العلم آدم انت متهم بقتل شخص أمريكاني على الأرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باش الكلام يا حضرات بولته ده لا ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي ومانا انت هلت فعلي يعني انت يا آدم بتعترف بقتل الأمريكاني؟ طيب يا شبا اعترف بس هو اللي كان عايز يتني لأول وانا كنت بدافع عن نفسي انا هو كان عايز يتلك وانت كنت بدافع عن نفسك ده على أساس يا روح حمك ان احنا لقيتنا بلسيته مرمية في الحمام بتاع بيتكو كان بالكبانين؟ لا يا باشا على أساس انكوا لقيته بلسيته جانب دلاب السلاح بتاعه فيه فليته؟ كنت بوصل طلب طلب ايه؟ بيتزا كلام ده كان حولي الساعة كام؟ 8 ونص كنت فين قبلها؟ المحل قدم انت بتعاوتين بساعة؟ لا يا باشا أمار عرفت انها 8 ونص من ايه؟ من المعاد المكتوب في الأوردر بقى لك هديب تشتغل في المطن اسبوع يا باشا وقبل كده كنت بتشتغل فيه؟ في المحلس مطول بك بك واسبته ليه؟ عشان صاحب المحلش تاني ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الأوردر؟ لا يا باشا ما اللي عرفت منين الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرائض والتلفزيون ما المين اللي فتح لك؟ سمعت الشرف مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتور كان في حد معا جوه؟ كان في حد معا جوه؟ لا يا باشا كان له واحدة لا يا باشا كان له واحدة تاك يا تسي علينا ولاي؟ فاكيرنا عياة صغيرة؟ ده انت كلب ملكش ديه؟ تربية مرتشة يا ابن ستين كلب؟ ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب مالهاش ديه مرتشين واللي خلوه بمكلب زي ساعدتك يعمل فينا كده مل أصبر مل أصببك يا ايدام يا عبدالحي ده لأك وأخليك على ابنك كل من أفكر يقفوشي ازمه ايدام انت كنت بتاعترف انك انت هتعدت لاما من فضلك اطلع برا أنا مكاني مش هنا مش هنا يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدفع عن هؤل الناس مش عشان أدر حقوقهم يا رب ندخل بسأل خير عشان بيه تعال بشمانس ها وصلت لحاجة؟ الريكافر تم بنجاح والفيديو هو الحمد لله الحمد لله أخيراً بعندنا دليل براية قادم عيدة فين بقيت الفيديو؟ بقيت الفيديو باص بس الحمد لله نحنا حصلنا على الجزء ده برافو عليك بشمانس سيف باشر أنا طلعت الصح يا باشر وإحساسي اللي ساعتك عادت تتاري عليه طول الوقت هو الانتصر في النهاية ايه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف ساعتك دي الحقيقة اللي ساعتك مش عاوز تصدقها بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم ان انا اللي طلعت الصح ايه ده؟ ده فيديو الجريم اللي احنا متدور عليه لقيته الارض لا دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الارض نسخة الفيديو ايه بس جريمة واضحة قدام ساعتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة إرهاب ولا ايش دمواني بقى ان الفيلم ده مش ملقوب فيه ملقوب فيه ازاي؟ ده فيديو فيديو يعني صورة حية هيتلاقب فيه ازاي؟ يا شاب فيه ناس قادرة مني ومنك في الحاجات دي وما تنساش ان ادم عبدالحاي منتمي لمنظمات الرحبية يعني بالنسبة له بقى الموضوع ده في منتهى التفاهم يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوا على مزاجهم عشان يفشكلونا القضية ويطلعوا الواد براءة هم اللي مؤترفين ان هم اللي عاملينها ده بيفتخروا بدا وبيعتبروه شهيد دول ما صدقوا انا بقى مش بصدق ومش هسدق اللي لما يجيلي الارض المفقود فمحتر المباحث غير كده مش هترف اي حاجة يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام ساعدتك عدم وجود الفيديو اكبر دليل على ان الفيديو ده مصور وانت على هنا البيت اللي اسمها نانسي اللي انت اقنعتني وخلتنا روحها مش جات هنا واستجوبناها وكد بتعريكوا عليها البيت دي ازاي ما ساعدتك عارف مسيحية تقدر تقولي ازاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف كلهم ارهابيين يا حبيبي الارهاب مالوش لا وطن ولا دين ايه شام بيه انت مش من هنا على ايه لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هم اللي بيحكموا هنا يبقى انا اباشا ما يشرفنيش ان يكون هنا شام بتزدري تكلمني بطريقة دي او مالا عاوزنا يكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتزلم بريء قدامك دليل براقته ومش عاوز تعترف بيه باشا انا ممكن اسألك سؤالها هو ساعتك بالليل بيجي لك نوم يعني بتنم ارتاح البال وبالنهار كمان يا حبيبي وباشا اخر الفيديو ده لنا ولا انت اللي هنفصل فيه ده لازم تقرد على خبير هو اللي هي حكمة بينها فبعدين بقى خلينا في المهم البيت اللي اسمها هنانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا اشتركوا في القناة